موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مساء اليوم أخبار مسيرة نبدأها بالعناوين أنباء عن رحيل خالد بيبو عن إدارة الكرة بالنادي الأهلي وحفيز دراجي يصدم جماهير الأهلي عن مستقبل بالعيد والزمالك يفشل في التوصل مع خالد بوطيب وموعد وتشكيل اليوم مباراة النادي الأهلي وفاركو وترتيب الفريقين الليلة ألمانيا وأسكتلندا في افتتاح كأس أمم أوروبا يورو 2024 في البداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة كشف مصدر مسؤول داخل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حول حقيقة رحيل خالد بيبو مدير الكرة عن النادي الأهلي وترشيح بعض نجوم القلعة الحمراء السابقين في الآونة الأخيرة أشار المصدر إلى أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة بدليل حضور خالد بيبو اجتماع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي ومارسل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي وأضاف المصدر أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يلقى دعما كبيرا من لجنة التخطيط ومحمود الخطيب ويحرصون على تنسيق كافة أمور كافة الأمور معه أن هناك رؤية لتطوير شامل سيكون همزة الوصل فيها إداريا خالد بيبو لتنفيذها الموسم المقبل كما أشر المصدر إلى أن إدارة الكرة لا تتعامل بالقطعة مع أي مسؤول داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي هذا ويلتقي فريق الكرة الأول اليوم الأهلي مع فاركو في المباراة المؤجلة للجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز وسنتحدث عنها بعد هذا الخبر حفيز دراجي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل زين الدين بالعيد واقترابه بين هذا النادي هذا ما كشفه المعلق الرياضي الجزائري حفيز دراجي مفاجأة بشأن الجزائري زين الدين بالعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري واللي اقترب من الانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عيث كتب حفيز دراجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا المدافع الدولي الجزائري زين الدين بالعيد يقترب من التوقيع مع نادي سينت تريند البلجيكي الذي ينشط في دور المحترفين منذ 47 عاما ايضا ملاكه رجال اعمال يابانيين لعب فيه مدافع الارسنال ووسط ميدان ليفربول اندو ومهاجم لاتسيو ويعتبر واحدا من اكثر الاندية الاوروبية التي تصطاد المواهب لتستفيد من تحويلها الى فرق انجليزية والمانية كما تابع ايضا حفيز دراجي قائلا بالعيد تلقى عروضا مغرية من الاهل المصري وفريقين سعوديين لكنه فضل المشروع الرياضي الذي يسمح له بتطوير قدراته في فريق بلجيكي والبحث عن افاق اخرى في دوريات اوروبية هذا ما صرح به حفيز دراجي اليوم على صفحته الرسمية فيسبوك قال ايضا حفيز دراجي بعد عيد الاطحى سينتقل بالعيد الى بلجيكا لاجراء الفحوصات الطبية واتمام اجراءات انتقاله كل التوفيق اعلن الناقض الرياضي محمد مطاوع فشل نادي الزمالك في التوصل الاتفاق مع المغربي خالد بوطيب بشأن مستحقاته وتقصيطها لدى القلعة البيضاء والتي تسببت في ايقاف القيد لدى نادي الزمالك قال محمد مطوع في برنامجه على قناة صدى البلد ان الزمالك يحاول التوصل للاتفاق مع خالد بوطيب من اجل حل ازمة وخف القيد واتابع ان خالد بوطيب وافق على جدولة مستحقاته بشرط الحصول على 50% من مستحقاته ثم يحصل باقي المستحقات بعد 3 شهور هذا ما صرح به الناقد الرياضي محمد مطوع في برنامج المطش الذي يقدمه ايهاب الكومي على قناة صدى البلد اليوم ان شاء الله مباراة قوية للنادي الاهلي امام فاركو الاهلي يحتل المركز السامن في ترتيب جدول الدوري المصري الممتازة بينما يحتل فريق فاركو المركز 16 في ترتيب جدول الدوري المصري فاركو في المركز 16 21 نقطة بعد 23 مباراة الاهلي في المركز التاسع حاليا برصيد 33 نقطة بعد 15 مباراة في حالة فوز الاهلي ان شاء الله اليوم على فاركو سيصبح 36 نقطة ويصبح في المركز الرابع سيصعد الى المركز الرابع اذا في حالة فوز النادي الاهلي اليوم على فريق فاركو ايضا الموعد تقام مباراة الاهلي وفاركو اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة 7 بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب في الاسكندرية يخوض هذه المباراة الاهلي وهو يدرك تماما اهمية هذه المواجهة في رحلة تصحيح مصاره في جدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع حاليا وفي حالة فوزه سيصبح رابع جدول الدوري المصري تعد مباراة فاركو فرصة ذهبية للاهلي لتحقيق انتصار يرفع معنويات اللاعبين ويقربهم كثيرا من قمة الترتيب خاصة بعد تعدله مع اسموحة في اخر مباراة له يدخل فاركو اللقاء بتركيز عالي حيث يسعى لتحقيق مفاجأة مدوية امام بطل افريقيا واللي التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراة والتي يحتل فيها المركز التاسع برصيد 33 نقطة واخيرا مع يورو 2024 المانيا واسكتلندا اليوم في افتتاح كأس امم اوروبا حيث يقص منتخب المانيا واسكتلندا شريط انطلاق نهائيات كأس الامم الاوروبية يورو 2024 عندما يلتقيان مساء اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونيخ في المجموعة الاولى التي تضم الموجر وسويسرا والمانيا واسكتلندا ومشاهدة ممتعة ان شاء الله حيث تبحث المانيا عن بداية قوية للبطولة مستهل رحلتها نحو البحث عن اللقب الرابع لكأس امم اوروبا وتوجى منتخب المانيا باللقب القاري للمرة الاولى عام 72 على حساب الاتحاد السوفيتي بينما حصدت المانيا اللقب الثاني سنة 80 على حساب بلجيكا وتوجى ايضا بلقبه الثالث عام 96 على حساب التشيكا ويأمل الالمان في حصد اللقب الرابع لهم في هذه البطولة والتي تبدأ اعتبارا من اليوم بمباراة المانيا واسكتلندا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية تزاع المباريات عبر قنوات بي انسبورت المشفرة القطرية في النهاية اشكركم وتحياتي لكم وكل التوفيق للنادي الاهلي اليوم في المباراة امام فاركو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته